نظم المجلس الأعلى للبيئة حملة نظافة لكبرى جزر فشت الجارم الواقع شمال المنامة هذه الحملة التي جاءت تحت عنوان ثروتنا البحرية أمانة نحافظ عليها شارك فيها نحو 150 شخصا ممن ينتمون لجمعيات بيئية خاصة ومؤسسات مجتمع مدني تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميل محمد رشيدات ثروتنا البحرية أمانة فلنحافظ عليها عنوان ترجم مضامينه على أرض الواقع ما يزيد على 150 متطوعا ممن تمكنوا من انتشال ما ينوف على ألف كيلو جرام من النفايات والمخلفات كانت قد عانت من ثقلها كبرى جزر فشت الجارم الواقعة في مياه الخليج شمال المنامة تحديدا نظرا لما تمثله من أهمية بيئية وثروة بحرية وفطرية حملة نظافة لم تتأخر الجمعيات البيئية الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني أن تكوناء اليد الثانية التي تساند مساعي المجلس الأعلى للبيئة الذي ينظم مثل هذه الحملات انطلاقا من الدور الذي يطلع به والمتمثل في إدارة وحماية البيئة في مملكة البحرين والمحافظة على مواردها البحرية والطبيعية والحياة الفطرية الحملة بدايتها كانت ضمن فعليات شهر البيئة في شهر ثلاثة فقمنا برحلة تنظيف لجزرة مشتان وهذا عقب ما حصلنا الثناء من جميع الجهات وجميع الجمعيات التي تشارك مع أنها تطوى وأنها تشارك وتنظف السواحل قمنا في رحلة ثانية وهذه هي ثانية حملة نقوم بها بس هي على أول مرة لجزرات الجزر الشمالية في جزر فشت الجارم حرص مجتمعي وتكاتف قوي عمد نحو القضاء على جميع ما خلفته يد الإنسان اللامبالية لصحة البيئة من عبوات بلاستيكية وزجاجية وأخرى لمواد معدنية وورقية وصناعية وكيميائية لا يمكن إلا أن يتم وضعها في خانة النفايات الخطرة غير القابلة للتحلل تشكل خطرا يحدق بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى وإداما عندنا الفكرة الأساسية أن أي مشروع لها وتثقيف الجيل القادم في فكر أي مشاريع أن الناحية البيئية تكون من أولوياتهم ومشاركة منها والدعم حق المجلس الأعلى للبيئة برعاية هذه الحملة نحن نقوص تحت فهي الكائنات اللي نقوص لها تحت أو اللي نصورها أو اللي نشوفها أو ذي التأذى من هذه الأشياء اللي أتي من فوق البحر فإحنا إذا قدرنا ننظف مثل ما نقول السواحل أو الجزر قد ما تقدر بتقلل الآثار اللي تترتب عليها تحت الماء أو اللي تهي داخل يعني في الماء للنص اللي في البحر يحفظون على النفايات بدون ما يرمونها في البحر في الأشياص طبعا وقت الحدوق ولا شي هاي كل الأشياء تسوهم أن نتفادي هالأشياء المكتوطة حملة نظافة هي الثانية التي ينظمها المجلس الأعلى للبيئة والتي استجابت لندائها عقول واعية تنمي في ذاتها حس المسؤولية تجاه المحيط الذي يحتوي هذا الوطن وجميع من يعيش عليه حملة سيتم بعد إمضائها رفع جملة من التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة لوضع حد للعديد من الممارسات التي لا تكترث لكيان بيئة باتت تنتهك عنوة من الطيش الذي يمارسه لإنسان لتلفزيون البحرين محمد رشيدات